حديث الساعة في مصر وتقريبا العالم العربي هو المرحلة اللي وصل لها الكلام عن سد النهضة والمقلب اللي شربناك مصريين بعد جلسة مجلس الامن اللي رفعنا لي القضية او الملف بالتزامن مع بداية المال التاني لخزان السد بالنسبة لمصر سد النهضة هو اختبار حقيقي وصعب لفكرة ان لسه في دولة في مصر ولا لا وبالنسبة للعالم العربي اللي بيتابع فده العالم اللي لسه بشكل او باخر معتبر ان مصر هي الدولة الكبيرة فيه رغم كل اللي حصل عشان كده ملف سد النهضة امتحان كبير جدا بس المشكلة ان واضح من زمان ان نظام السيسي بيلاعب المصريين بالسد ومعندوش رؤية حقيقية لحل الازمة دي ويشغل معهم بنظام حوريني يا كيكا وبيكسب وقت لغاية ما ايه اللي يحصل محدش عارف عشان كده دلوقت احنا بقينا في دوامة بعد ما السيسي رامى اخر كارت عنده اللي هو نائل الملف لمجرس الامن وكارت ده اتحرق خلاص وما جابش اي جديد بل بالعكس ده رد فوش نظام السيسي ايه الخيرات اللي ممكن مصر تاخدها في موضوع السد بعد مجلس الامن ما بعنا وهل مصر عندها الادوات اللازمة لتنفيذ كل خيار سواء سياسي او عسكري تعالوا نشوف الحدث اللي كل كان مستنيه طلع على فشوش الحدث ده اللي هو تصعيد ازمة سد النهضة لمجلس الامن الدولي المجلس اللي عمره ما كان بيحل ولا بيربط وكل دوره على ارض الواقع هو انه يدي مشروعية لتحركات الدول القوية اللي بتعرف تاخد حقها بالقوي لان العالم لا يعترف الا بالقوة وبالقوي وما بيعترفش بالانظمة الملزقة اللي بتتمحلس وتتنازل للدول الكبيرة على حساب شعوبها وتفرط في مصالح بلادها زي نظام السيسي مش بس تصعيد الملف في المجلس الامن طلع على فشوش لا ده كمان ادى تأكيد جديد على الفشل الزريع لسياسات السيسي الخارجية معين الراجل عمره ما اثر مع حد وكان بينفذ اي حاجة بيطلبها منه اي حد الا المصريين وكان عمال يتمحلس طول الكم سنة اللي فاتوا لدول زي روسيا وفرنسا وامريكا ويشتري منهم سلاح ويدهم امتيازات ببلاشه مصر وفي الاخر كلهم بعوه وقالوا في جلسة مجلس الامن ما معناه ان احنا ما بنقش اخلافات الدول الصغيرة روح اشاطر منك ليه العب قدام بيكو في الجلسة دي اكتملت الفضيح علما بان حتى القرار اللي كانت تونس مقترحة في مجلس الامن وعشانه اتعملت الجلسة بتاعت الخميس تمانية يوليو ما كانش بيرفع سقف الطلبات المصرية والسودانية في موضوع السد ولا بيفرض حاجة على اسيوبيا ولا بيعطل المال التاني لخزان سد النهضة لان القرار كان بيدعو للعودة للمفاوضات من تاني لمدة ست شهور عشان مصر واسيوبيا والسودان يوصلوا لاتفاق ملزم بخصوص سد النهضة القرار اللي كانت تونس مقترحة كان بينص صراحة على عدم قيام اي طرف باتخاذ اجراءات تعطل المفاوضات يعني كان بيمنع حق مصر انها تدخل عسكريا لو حبت يعني حتى القرار التونسي اللي عشانه اتعاملت جلسة مجلس الامن ما كانش امله ولا حاجة عليها الايمة اوي ورغم كده اللي حصل في الجلسة كان فضيحة بمعنى كلمة وهزيمة دبلوماسية لنظام السيسي واول ناس بعوح على اقولهم ام الدول اللي منسحة قدامهم زي روسيا روسيا اللي سيسي عمل لها خدمة عمرها بعد انقلاب 3 يوليو لما اتحامى فيها ودها موطق قدم مهم في مصر وليبيا روسيا انحازت بشكل واضح لأسيوبيا والمصالحها في أسيوبيا والمندوب الروسي حذر مصر في كلمتهم من اي حل فردي او عنيف لموضوع السد امريكا عملت نفس الشيء والمندوبة بتاعتها في المجلس قالت ان الحل الوحيد هو التفاوض وحذرت برضو من الحل العنيفة او العسكري وطبعا الصين معروف من البداية انها ما بتفكرش غير في الاقتصاد واستثماراتها الضخمة في سد النهضة واسيوبيا عشان كده مشيت على نفس الخط والمندوب بتاعها قال في مجلس الامن ان الحل الوحيد لأزمة سد النهضة هو الحوار وبس حتى وزيرة خارجية السودان كلمتها ما كانتش على المستوى المطلوب وكل اللي اتكلمت عليه هو ان يعاني سد النهضة هيضر السودان ومصر وهيأثر على الارض الزراعية وان الحل هو اتفاق ملزم يخلي اسيوبيا توفر المعلومات اللازمة حاولين تشغيل السد اما بقى كلمة الاسيوبية فما اختلفتش عن التصريحات اللي بيرددها المسؤولين الاسيوبيين كل شوية بلغة كلها عنجهية ومضمونها ان اعلى مفخيل مصر تركبه سامح شكري بقى الراجل كلمته ما كانش فيها اضافة برضو عن اللي كان بيتقال في التصريحات المصرية سواء من حس التأكيد على ان سد النهضة خراب على مصر وان مصر هتضطر تحمي حقها في مية النيل بأي طريقة لو لقيت نفسها مضطرة لده ولو اسيوبيا استمرت في التعنت وانكار الكارثة اللي هيعملها السد بس بعد ايه؟ بعد ما السد اصبح امر واقع وسياسات السيسي خلت مصر وحيدة في مواجهة كل الدول اللي بتتابع الملف ده عشان كده كان فيه اتفاق بين الدول الاعضاء في مجلس الامن على ان مصر والسودان واسيوبيا لازم يرجعوا تاني للتفاوض امال يا جماعة بتوع المجلس احنا جايين لكم ليه اساسا؟ مش عشان التفاوض فشلت وعشان اسيوبيا ركبة راسها وزعقة وبتقول النيل بتاعي وانا حرة فيه وطبعا الشرق والغرب والقاصي والداني عارفين السيسي قدر موضوع التفاوض ازاي بطريقة في قمة الفشل وصلتنا للوضع اللي احنا فيه الغريبة ان اعضاء مجلس الامن مبارح قالوا المصر والسودان ارجعوا تفاوضوا مع اسيوبيا تحت رعاية الاتحاد الافريقي اللي هو اصلا موالس مع اسيوبيا واللي المقر بتاعه في اسيوبيا لكن مع الخزوق اللي لبسناه في مجلس الامن كان واضح جدا ان النقطة اللي اكدت عليها الدول اللي اتكلمت في جلسة المجلس هي ان اتفاق المبادئ اللي وقع عليه السيسي من وراء المصريين في 2015 هو المرجع لمناقشة ملف سد النهضة دلوقتي يعني السيسي راسمي فاهمي نظمي هو اللي لبسنا اللابسة دي والفضيحة بقت بجلاجل وطبعا مش محتاجين نقول ان نظرة بسيطة الورا كده ومراجعة بسيطة جدا لمسيرة الاحداث خلال الكم سنة اللي فاتوا هتأكد لك ان ملف ازمة سد النهضة بيجسد فكرة ان السيسي ونظامه عمرهم ما كان عندهم رؤية او تصور للتعامل مع اي ازمة باستثناء ازمتهم مع الناس والنشطاء والمعارضين واللي النظام حاطت لها رؤية متكاملة فيها بناء سجون باستمرار واعتقالات ما بتقافش واعدمات كل شوية وقمع وارهاب ما لهوش اخر واعادة تخطيط للبلد كلها عشان كده هتلاقي التخبط والعشوائية وشغل السمك لبن طمر هندي هو اللي كان اهم ميزات معالجة النظام لموضوع السد من اول لحظة والان السيسي كان عارف ان سد النهضة اخطر ازمة ممكن يواجهها نظامه كان حريص من الاول انه يلبس موضوع السد لأي حد خصوصا صورة يناير طيب يا عام صورة يناير وحشة والصور وحشين وعملة انت بقى يا بتاع المخابرات الحربية يا بتاع الامن القومي يعني اللي عملت صورة 30 يونيو عشان تنقذ البلد عملت ايه؟ بصراحة السيسي عمل الراجل اول ما عارف الخية اللي عملتها صورة يناير للبلد في موضوع سد النهضة راح على طول موقع اتفاقية المبادئ في 2015 مع اسيوبيا والسودان اللي بيوافق فيها على كل التفاصيل اللي عاوزها اسيوبيا بخصوص السد واللي اسيوبيا انطلقت بعدها في البناء الفعلي لسد النهضة واللي اسيوبيا بتستند لي في كل اللي بتعمله دلوقتي واللي السيسي عمره ما قدر يقول ان الاتفاق ده مداش الحق الاثيوبيا في المال التاني او اي حاجة بتعملها في السد ممكن تضر مصر وبعد الاتفاق المشؤوم ده طلع السيسي طمن المصرين ان كله تمام وتحت السيطرة وكله تحل وبيتك بيتك يا عم انت هو طيب يعني كله تمام كده السيسي الحقيقة كان ببساطة بيكذب كذب بين لان مع الوقت ومع اقتراب الملء الاولاني لخزان السد بدأ نظامه واعلامه يلبس الخزو بالذات لما اسيوبيا نفسها ما بقتش بتوارب ولا بتخبي نواياها وحصل الملء الاولاني وبعده جيت دور على الملء التاني وهنا بقى الورطة بقت اكبر لان الملء التاني هيحجز كمية اكبر من المياه وهتبدأ الاثار السلبية بتاعت السد تبقى هنا بقى اعلام السيسي نفسه اعترف بالازمة واعترف ضمنيا ان هو ورئيسه كانوا بيضللوا الناس السد ده لو قدام امر واقع هيبقى عندنا ازمة بغض النظر احنا بنعمل ايه اجراءات انا بتكلمش على السنة دي ولا بتكلم على السنة جاية ولا عشر سنين انا بتكلم على 40-50 سنة قادمة هنعمل ايه في موضوع المياه مش هتكلم ان احنا عندنا ميتنا النهاردة تكفينا النهاردة والسنة جاية وعملنا احتياطاتنا وتجهيزاتنا وكلام والفترة اللي فاتت كانت مليانة تصريحات بتعكس حجم الورطة اللي فيها مصر بسبب المالء التاني تصريح من مصر على تصريح من اسيوبيا والدنيا والعد وكانت لحظة الزروة لما السيسي طلع فنجر بكلمتين وهدد بالعمل العسكري ضد السد بس انا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة ناية من مصر واللي عايز يجرب يجرب احنا مبنهددش احد لابس محتم احنا احنا عمينا مهددنا ودائما نحورنا رشيد جدا ويعني صبور جدا لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ناية من مصر واللي حب فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها احد لا يتخيلها احد ومحدش يتصور انه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا لا بس بعدها السيسي ونظامه جابوا وراء شويتين وبيرد يتقوي لغة التهديد اللي استخدمها رغم ان مصر عملت مناورات عسكرية مع السودان وطول الوقت ده كانت اسيوبيا بترد بتصريحات بتقول لمصر اخباطوا راسكوا في الحيطة اللي تختاروه فسؤال كالي هو ان السودانيين والمصريين ربما يريدون حل المشكلة بالقوة بالنسبة لبلدي لا يجوز ان تكون قضية المياه سببا للحرب ولذا فالحل ليس عسكريا بل الحل الامثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الافريقي ولكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات اذا من وجهة نظريه خير حل هو المفاوضات ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكريا لن يحاولوا مهاجمة السد ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة او تدمير السد لانه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة وهم يعرفون ان السد متين لذا املوا بحل المشكلة من خلال النقاش وفضلت الامور تتصاعد لحد ما من كام يوم اسيوبيا ضربت نفك في الحوار كل وحطت مصر والسيسي اصد امر واقع وراحت بعت اختار للخارجية المصرية ان وقت الدلع خلص واحنا ابتدنا خلاص في الملء التاني للسد اللي هو العقدة كلها وجوهر الازمة دلوقتي قبل الاختار الاسيوبي بكام يوم كانت مصر راحت لمجلس الامن وقالت له من فضلك اتدخل مجلس الامن وعلى لسان مندوب فرنسا اللي هي دولة من الاعضاء الخامسة الدائمين في المجلس قال لا جماعة انتوا فاهمين دور المجلس غلط معلش احنا ملناش في حوار سد النهضة ده ده اوسع من اختصاصاتنا وكان المجلس هيطنش موضوع السد اصلا لولا ان تونس قدمت الاختراح او مشروع القرار اللي كلمتك عنه من شوية ده كله بعد المشاوير اللي سيسي رايح جاي فيها على فرنسا وبعد المليارات اللي اشترى بها سلاح منهم ما بين طيرات وسلاح للبحرية وغيره انسى عمر الكل باعك لان محدش عنده وقت يضيعه مع لعيبك اللي بتشتغل بها شعبك الكل فاهم ان الحركات القرعة دي بتشتغل بها الشعب عشان تفهمه انك بتشتغل وبتحرك وبتفرك وعدك العب وازح والعالم هو المتأمر عليك مش انت المتأمر على شعبك طبعا فكرة اللجوء لمجلس الامن دي مش اول مرة تحصل ومش اول مرة المجلس يقول لنا هي الحجة في العش ولا طارت مصر لجأت لمجلس الامن السنة اللي فاتت 2020 وطلبت منه اتدخل في المفاوضات بينها وبين اسيوبيا بس المجلس عمل ودن من طين ودن من عجين وده طبيعي بل ده الطبيعي الوحيد في الحوارات اللي زي كده ليه؟ ببساطة لسبب بديه جدا وهو ان العالم لا يعترف الا بالقوة ومجلس الامن والامم المتحدة عمرهم ما سندوا حد في استرداد حقه الا لما الحد ده كان مصر يسترد حقه وفرض امر واقع لكن اللي بيروح مجلس الامن ويستأذن وكمان يستأذن وهو بيقدم رجله وبيأخر رجله المجلس بيقول له مع نفسك وتركيا لما بتدخل تدخلات عسكرية هنا واللي هنا عشان تحمي مصالحها كانت بتستأذن مجلس الامن وامريكا واسرائيل وهي بتدق الفلسطينيين وروسيا في سوريا وليبيا وغيرها حقك انت اللي بترجعه وبتحط العالم وصاد الامر الواقع المهم وصلنا دلوقتي للمرحلة اللي خلاص بقى فيها يوم الامتحان يكرم المرأة او يهان بالاختار الاسيوبي لمصر ان هما بدأوا المال التاني المشهد دلوقتي بيقول ان نظام السيسي بلجوءه لمجلس الامن حرق اخر كارت في ايده وانصار السيسي بيقوله انه بيحاول يعمل حشد دولي عشان قضيت السد بحيث انه لو اضطر للتدخل العسكري يبقى عداه العيب ومحدش يقدر يلوم ولا مجلس الامن يفرض عليها عقوبات طبعا موضوع العقوبات ده مردود عليه لانك لو نظام قوي وعندك تحالفات دولية حقيقية مش تحالفات عشان تاخد بيها لقطة وليك وزن وثقل ومع كل التنازلات اللي بتقدمها للشرق والغرب واسرائيل هتلاقي اطراف دولية تدعمك في وش العقوبات دي وبعدين ايران قدامنا ايه من سنين طويلة عمالة تضرب يمين وشمال وتتدخل هنا وهنا وعليها عقوبات ومع ذلك امورها ماشية وبتتوسع اكتر والامريكان نفسهم بينخوا اقصادها وكل مضبوض مفوضات بينهم وبين ايران هي اللي بتتمنع وهم اللي بتحيلوا عليها تتفوت ده غير ان بعد سياسة امريكا بالانسحاب من التدخل المباشر في شؤون العالم والشرق الاوسط بالذات اصبح فيها مش حركة لأي دولة قوية وعندها اوراق وادوات بالذات لو بتتحرك عشان حقوق تاريخية لها يعني موضوع العقوبات والقلق من العالم والمجتمع الدولي ده بلح بس رغم كل ده موضوع الخيارات المتاحة اقصاد مصر دلوقتي والكلام عن الخيار العسكري اعقد بكتير من كل الهاري والتحليلات اللي بتقراها وتسمع وسبب التعقيد ده ان نظام السيسي تأخر جدا في اتخاذ اي اجراءات عليها الايمال لغاية ما السد تقريبا اكتمل او بيكتمل والقصة دلوقتي في زيادة المياه اللي بتتخزن في بحيرته واللي كان المفروض مع المالء التاني اللي بدأ في اول يوليو اللي احنا فيه واسيوبيا اختارت مصر والسودان بيه كان المفروض كمية المياه دي تكون 13.5 مليار متر مكاعدة بس بسبب ظروف كتير منها الحرب اللي دخلها نظام ابي احمد ضد اقليم التجراء ومنها حسب ما الاسيوبيين بيقولوا مشاكل في تأمين العربيات اللي هتنقل الاسمنت والخرصانة للسد بسبب الحاجات دي الاسيوبيين هيزاودوا بس من 3 ل 5 مليار متر مكاعدة وعشان تبقى فاهم حوار المالء ده بيتم ازاي في حاجة في جسم سد النهضة اسمها المنطقة الوسطة او الجدار الاوسط الجدار ده هو اللي انت بتشوفه في الصور بين المنطقتين المرتفعتين على جانب السد الجدار الاوسط ده هو سبب القصة كلها لانه لما بتبني فيه حتة زيادة السد بيخزن مياه زيادة نتيجة الاسباب اللي قلتها لك من شوية الاسيوبيين هيكتفوا برفع الجدار الاوسط ده لارتفاع 573 متر بس السنادي كتر خيرهم الحقيقة نرجع لموضوع مجلس الامن والخيارات المتاحة قدام مصر زي ما قلتلك من شوية لما مصر رفعت الموضوع لمجلس الامن لتاني مرة من كم يوم المجلس قال انا مش هقدر احل الموضوع الوحدي ويلا حلوينوا عودوا مع بعضوا ما تتخنقوش ومصرين البطن بتتفاوض عادي يعني كملوا مفاوضات سامح شكري وزير الخارجية الهمام بتاعنا قال على فكرة انا مش متفاجئ من قرار مجلس الامن بس احنا من باب العشم متوقعين دور اكبر للمجلس في الموضوع اسيوبيا هي كمان قالتلك يا جماعة انتوا ليه بس راحين المجلس ده احنا السنة دي مش هنملأ غير كم مليار متر مكعب مش هيزيده عن خمسة يعني القصة مش مستهلة طبعا الجانب الاسيوبي بيعاند وبيستهبل وبيحاول يختصر الموضوع في مجرد حجم المال بتاع السنة دي لكن وقع الامر ان الموضوع اكبر بكتير اولا لان الاضرار اللي هتحصل في مصر مش هيفرق اذا حصلت السنة دي او السنة اللي جاية او اللي بعدها ثانيا لان التخطيط الاسيوبي المجرم مش قايم بس على حجز كمية المية المعلن عنها في المال التاني اللي هي 13.5 مليار متر لا ده فيه سدود تانية هتبنيها اسيوبي وبعضها بدأت تبنيه بالفعل يعني الخطر الاسيوبي خطر يتجاوز موضوع سد النهضة في حد ذاته اسيوبي كمان عندها سبب تاني مستجد يخليها تكمل في العند والبلطاجة اللي بتكلم بيها ونوي عليها السبب ده هو الهزيمة اللي بتعرض لها الجيش الاسيوبي على ايد المقاتلين بتوع اقليم التجرائي واللي وصلت لمرحلة من الازلال ان من كام يوم مقاتلين التجرائي عملوا عرض لأكتر من 6000 اسير من الجيش الاسيوبي ابضوا عليهم خلال القتال ابي احمد رئيس وزراء اسيوبيا اللي هو اصلا راجل عسكري برضو والهزيمة دي ممكن تقلب معاه بهزيمة سياسية تأثر على مستقبله السياسي قالك لا معلم احنا دلوقتي مزنوقين في اي انتصار معناوي قصاد الشعب وعشان كده هنملة السد يعني هنملة السد مع انه كان ممكن جدا يأجل الملء لغاية ما يحل المشاكل التقنية بتاعت تأمين عربيات الاسمنت كام شهر او للسنة الجاية مثلا ويملك كمية كلها اللي هي 13.5 مليار متر لكن لان الراجل مش مهتم بمصر ولا السيسي ولانه بيدور على اي انتصار مؤقت قدام شعبه قالك هملة يعني هملة تروحوا بقى مجلس الامن تروحوا مجلس عرب مليش فيه الصورة في مصر مختلفة وما فيهاش حالة الحزم والقوة اللي بتكلم بيها ابي احمد مع ان احنا اصحاب الحق والسبب الاول والاهم في ده هو ان السيسي ما بيستخدمش قوته الا في اخناقاته مع الشعب جوه مصر مع الشعب لكن اي اخناقة تانية مهما كانت كارثية فممكن حلها بالحب الحسم المصري غايب رغم ان عباس كامل مدير المخابرات سافر امريكا قريب والمفروض ان سد النهضة كان هو الملف الاهم في كلامه مع الامريكان ورغم ان خلال حفلة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية من كم يوم العميد اللي كان بيقدم الحفلة قال كلام شكله حلو عن ان الجيش المصري هيحمي حقوق مصر مهما كانت التكلفة وسعي مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام فلسنا دعاة حروب او صراعات او نزاعات لكننا في الوقت ذاته اذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن اهله ودروس التاريخ تؤكد للقاسي والداني ان مصر وانطال صبرها الا انها لا يمكن ابدا ان تفرط في حق من حقوقها لما تيجي سيادتك تبص على الخيارات المصرية في التعامل مع السد سواء كانت سياسية او عسكرية هتلاقي اول مطب هو الوجود الروسي والصيني الكبير من خلال الاقتصاد والقواعد العسكرية في اسيوبيا وادك شفت موقف روسيا والصين في مجلس الامن بل ازيدك من الشاعر بيت الصين يا باشا كانت رافضة اصلا موضوع نائل ملف سد النهضة لمجلس الامن هتقول لي بس روسيا والصين اصحاب السيسي هولك ما هو السيسي عمال يشتري سلاح من فرنسا بليارات ومع ذلك فرنسا بعيده في مجلس الامن يا باشا السياسة ما فيهاش حب ولا عواطف فيها قوة ومصالح عشان كده اول عقبة في طريق اي خيار لمصر في ملف السد هي روسيا والصين ومن الاخر كده محدش في العالم شايف يعني ان السيسي هو الزعيم القوي المخيف الشاطر اللي ما ينفعش نغلس عليه لان الناس شايفين من زمان ان الراجل ما عندوش مانع يعمل اي حاجة ويفرط في اي حاجة بس يفضل على الكرسي تاني نقطة في موضوع الخيارات المصرية للتعامل مع السد هو موقف السودان ودول حضو النيل بالنسبة للسودان رغم كل الكلام الحلو واللقاءات وحتى المناورات العسكرية بس هصدمك لو قلتلك انك ما تقدرش تضمن الموقف السوداني 100% ليه لان السودان مشكلته مع السد هي مشكلة تتعلق بس بفكرة انه وشارك في الاشراف عليه وده اللي كان واضح من كلمة وزيرة خارجية السودان في مجلس الامن السودان ما عندوش مشكلة وجودية زي مصر يعني الاسيوبين لو ماينوا وهودوا مع السودان شوية فأي لحظة هتلاقي السودان خلع منه بالذات برضو وان السيسي مش هو الزعيم القوي اللي ليه هيبة تخوف السودانين منه نيجي لدول حوض النيل لو تفتكر كان فيه جولة لسامح شكري من كام شهر لف فيها على دول حوض النيل واتعاملت اتفاقيات مع دول منها بس رغم كل ده مفيش ولا دولة من دول حوض النيل اخدت موقف رجولة مع مصر في موضوع سد النهضة بل بالعكس الكونغو اللي سامح شكري زارها واللي رئيسها هو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي مش عاوزة تضغط على اسيوبيا اصلا وكلمة مندوب الكونغو في مجلس الامن كان فيها انحياز واضح لاسيوبيا دي الصورة الاجمالية للموقف السياسي بخصوص السد اللي هي باختصار بتقول ان مصر وحيدة تقريبا وما فيش حد بيساعدها للضغط السياسي على اسيوبيا عشان يوصلوا الاتفاق عادل وملزم يحفظ حقوق مصر المالية بيفضل بقى الحل اللي الكلام عليه كتير اليومين دول الحل العسكري واللي اغلب اللي بتكلموا عنه هم ناس وطنية عاوزة مصر تاخد حقها وده حقهم لكن لما تتكلم عن حل عسكري في ملف صعب ومعقد وانت فيه وحيد سياسيا زي ملف سد النهضة فيه مجموعة اعتبارات لازم تكون فاهمها كويس لان الموضوع مش نزهة عسكرية وهيرجع منها العسكر والزباط بسلام لا ايا كان شكل التدخل فالتدخل المفروض يتم في مكان بعيد جدا جدا خارج الاراضي المصرية وفي بيئة الجند المصري مش متعود يحارب فيها وبالمناسبة التدخل العسكري مش مجرد حل ما تروح دلوقتي عشان التعنت الاسيوبيو بس لا ده حل لازم يكون موجود باستمرار ويحصل استعداد لي دايما لان وارد جدا مثلا ان مصر والسودان واسيوبيا يوقعوا الاتفاق الملزم ده وبعدها بشوية او بكم سنة اسيوبيا تلحس كلامها ساعتها هيكون ايه الوضع برضو هنرجع نتكلم عن الخيار العسكري لان الطريق السياسي هيكون اتسد خلاص بالنسبة للخيار العسكري من اشكاله مثلا ان مصر والسودان مع بعض يعملوا غزو بري للارض اللي عليها السد واللي هي اصلا على اقليم بني شنجول اللي كان تابع السودان لغاية ما اتخذ منه في اتفاقية عملت سنة 1902 اللي سحبت الاقليم ودته الاسيوبيا وبالمناسبة السودان كان لمح لده من كام شهر يعني انه يستعيد الاقليم ده بخصوص التدخل العسكري كمان في فكرة بتطرح من وقت للتاني وهي دعم الفصائل الاسيوبية المتمردة على نظام ابي احمد واللي منها فصائل اقليم التجرائي واللي بالمناسبة محدش عارف ليه ده ما حصلش الغد دلوقتي مع ان التصرف ده بديه جدا واي دولة مكان مصر هتفكر فيه ومش هتستنى هاري الفيسبوك والمحللين السياسيين على الفضائيات برضو لما بنتكلم عن الحل العسكري فاسرع فكرة بتيجي للدهن هي قصف الطيران بالذات والنسيس عمالي يشتري طيرات رفال من فرنسا وطيرات غيرها من روسيا وامريكا وغيرهم بس القصف الجوي ممكن ما يكونش هو الحل النهائي اولا لان الكتل الخراسانية المهولة بتاعت السد ممكن ما تتأثرش بالقصف بالشكل اللي ينهي السد ده غير ان كمية المياه اللي اتحجزت خلاص في بحيرة سد النهضة هتعمل كارثة في السودان لو تم ضرب السد ثانيا حتى لو تم قصف اماكن حساسة في جسم السد فاسيوبيا ممكن ببساطة تبنيها من تالي وهتبنيها ساعتها وهي معها دعمة اكتر من الصين وروسيا واسرائيل وغيرهم بسبب المظلومية اللي هتعيش بيها نتيجة القصف المصري الحل العسكري مليان اسرار وتفاصيل كتير مش منطقة انها تعلن لانها اسرار دول وجيوش عشان كده محدش يقدر يجزم ان امكانيات الحل العسكري متوفرة ولا لأ بس قابل الحل العسكري لازم نطرح سؤال اذا كان نظام السيسي فضل سابع سنين مكسل يتحرك تحركات سياسية جدة ضد سد النهضة وما عندوش ارادة سياسية انه يتحرك بل بالعكس ده طلع كذب على المصريين وطمنهم فاكرك نظام زي ده هل عندو كفاءة والمسئولية انه يتحمل تكلفة حل العسكري لان طبعا الحل العسكري معناه ان اسيوبيا ممكن ترد يعني ممكن مثلا تحاول تقطع تدفق مياه النيل بأي طريقة وممكن كمان تضرب مصالح مصرية في افريقيا بل فيه توقعات انها ممكن تضرب اهداف جوه مصر كمان اخواننا الافرقة وارد جدا ان هم يحسوا بالاهانة لو مصر عمل اتعامل عسكري ضد اسيوبيا ويتعاملوا معانا باعتبرنا طرف معتدف انه دوليا ممكن جدا يكون الحل العسكري هو فخ منصوب لمصر عشان لو لجأت ليه يتم فرض عقوبات عليها او يتم التعامل معها زي ما حصل مع صدام حسين بعد غزو الكويت ده حتى روسيا نفسها اللي هي دولة كبرى ومهمة ومؤثرة اتأذت جدا من العقوبات الغربية والامريكية اللي اتفرضت عليها بعد غزوها للقرن في اوكرانيا سنة 2014 المشكلة الاكبر بقى فيما يتعلق بخيارات مصر تجاه سد النهض عموما والخيار العسكري خصوصا هو ان الاقتصاد المصري بسبب السياسات بتاعت السيسي والمليارات اللي بعزقها يمين وشمال في مشروعات ما لهاش اولوية ومشروعات ما لهاش لازمة اصلا زي العاصمة الادارية الجديدة والعالمين الجديدة وغيرهم ومع الديون الضخمة اللي السيسي كتف بها مصر الوضع الاقتصادي المصري مش متحمل اي هزة او ضغط او عقوبات دولية تتفرض في حالة الحل العسكري لو مصر لجأت ليه السؤال اللي انت اكيد بتطرحه على نفسك دلوقتي طب لما الصورة سودة بالشكل ده والحل السياسي صعب لانه محدش معانا حتى من دول حض النيل والحل العسكري اصعب طب ايه العمل؟ العمل ببساطة ان مصر تتغير فيها بسرعة طريقة التعامل مع كل حاجة يعني في ازمة زي اللي احنا فيها دي الازمة اللي محتاجة تكاتف شعب كامل بتلاقي نظام السيسي بيعزز لانشقاق الشعب في مصر سواء بسياسات اقتصادية تخلي المواطن الغالبان ملووش مكان في البلد او الانتهاكات الحوائية ضد السياسيين والنشطاء اللي هم دراع سياسي مهم لأي بلد في العالم كمان فكرة التعامل مع البلد وملفتها على انها اسرار حربية ومحدش بيفهم فيها غير السيسي والعسكر لازم تنتهي لانها هي اللي وصلتنا للي احنا فيه ده طيب هل التصرف مع سد النهضة مستحيل؟ لا طبعا مفيش ازمة سياسية في الدنيا سهلة بس كفاءة النظام اللي بيحكم وعلاقته بالشعب هي اللي بتحدد كفاءته في التعامل مع الأزمات لازم في مصر الناس كلها تفهم الحجم الحقيقي للكارثة ولازم يكون فيه جدية وشفافية في دراسة كل الخيارات لان رغم صعوبة كل الخيارات اللي انه لازم في النهاية تختار طريقه وتمشي فيه لانه لابد من حل وده اللي بتمر بيه كل الدول في الأزمات بس الفرق النظام القوي والقريب من شعبه بيفرض كلمته على كله وما بيحتاجش انه يستأذن مجلس الأمن عشان يدفع عن حقه ونشوفكم على خير ان شاء الله